بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كلمات قليلة إذا قرأتها كما قالها الإمام الصادق عليه السلام فإن حاجتك تقضى فورا خلال دقيقة أو دقيقتين الله سبحانه وتعالى يأمر بقضاء حاجتك ويمهد الأمور لكي يكون هذا الحلم وتكون هذه الأمنية على أرض الواقع في حديث الليث بن سعد أنه رأى رجلا جالسا على جبلي أبي قبيس وهو يقول يا رب يا رب حتى انقطع نفسه ثم قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه ثم قال يا رباه يا رباه يا رباه حتى انقطع نفسه ثم قال يا الله يا الله يا الله حتى انقطع نفسه ثم قال يا حي يا حي يا حي حتى انقطع نفسه ثم قال يا رحيم يا رحيم يا رحيم حتى انقطع نفسه ثم قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه ثم قال اللهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه اللهم وإن برداي أي ثوبي قد خلقا أي أصبحا قديمين فأكسني ثوبا جديدا فقال الليث فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوئة عنبا وليس على وجه الأرض يومئذ عمبة وبرديني مصبوغين أي ثوبين جديدين فقربت منه وأكلت من هذا العنب لأتأكد ولبس بعد ذلك البردين أي الثوب الجديد ثم نزلنا من جبلي أبي قبيس فلقي فقيرا فأعطاه برديه القديمين ثم انصرف فسألت عنه فقيل هذا مولاك جعفر الصادق عليه السلام هذا الدعاء كما يقول علماؤنا الأعلام وكما روية في كتاب المناقب لابن شهر آشوف الجزء الرابع صفحة 232 يقول إن هذه الطريقة هي أسرع طريقة لاستجابة الدعاء بدقائق معدودة وكما قلنا الطريقة كما قالها الإمام سلام الله عليه استمع إليها كررها ثم سل حاجتك فإنها مقضية إن شاء الله بضمان الإمام الصادق عليه السلام بدقائق معدودة برنامج صباحات الأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام